اهلا بكم هي ازمة سياسية جديدة تعصف منذ مدة بتونس فالتعطيل هو سيد الموقف في كافة المستويات المعرضة البرلمانية التونسية ترص صفوفها وتحشد المساندين لمشروع اسقاط حكومة الشاهد بعدما فقد الاخير جزءا كبيرا من حصنته الحزبية والبرلمانية وفي ظل الرهان على النطج السياسي والديمقراطي في التجربة التونسية يبدو ان المرحلة الصعبة التي تبعت الانتخابات البلدية ونتائجها قد اوقعت المحظور والطلاق بين طرفي الائتلاف الحاكم والموقعين على وثيقة القرطاج في تنافس لا بل في صراع بين النهضة ونداء تونس على صدارة المشهد السياسي اذن ما هي السيناريوهات المقبلة ومع انتشار روح الاحباط لدى الشباب التونسي اين الحركة الاجتماعية والشعبية وهل تراجعت ما هي تبعات هذه الاصطفافات هل الحل بعودة الثورة الى مسارها الصحيح وكيف ما مدى وقعية مطالبة القوى الديمقراطية والتقدمية وعلى رأسها الجبهة الشعبية بانتهاج طريق مستقل عن شقي الائتلاف الحاكم وما هي الخطوات السياسية والعملية للتوصل الى مخرج ولتطويق التداعيات بانتظار انتخاباته عام 2019 وما ستغيره في موازين القوى اذا هي اسئلة كثيرة نطرحها اليوم على ضيفنا الناطق برسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي من تونس اهلا بكم من جديد الى حوار الساحة صباح الخير أستاذ حمى وأهلا بك على شاشة الميادين مرة جديدة بحوار الساعة كيف يمكن أن نوصف الأزمة الحالية في تونس وخلفية هذه الأزمة هل هي بسبب فك هذا التحالف بين النهضة ونداء تونس وبالتأكيد سقوط وثيقة قرطاش تماما الصباح الخير لكي ولكل المشاهدات والمشاهدين لقناة الميادين فعلا تونس تعيش منذ أشهر على وقع أزمة سياسية أزمة حكم شاملة عميقة على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة أيضا طبيعة هذا الصراع هو أنه صراع داخل الاتلاف الحاكم داخل متحالفين سياسيين واجتماعيين أيضا كانوا وراء وثيقة قرطاش الأولى كانوا وراء حكومة ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية التي وصلت إلى فشل ذريع في كل المستويات وهو ليس فشل الحكومة فقط وإنما هو فشل لكل هذا الاتلاف الحاكم يعني تعطل سياسي في مستوى المؤسسات أزمة اقتصادية أزمة مالية أزمة اجتماعية فشل ذريع في كل المستويات وبطبيعة الحال في ظل هذا الوضع اندلعت هذه الأزمة السياسية داخل الاتلاف الحاكم أولا داخل حزب نداء تونس حزب الرئيس بين يمكن القول بين الأبن البيولوجي حافظ قائد السبسي والأبن الروحي رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وداخل الاتلاف الحاكم بين نداء تونس وحركة النهضة وبين الموقعين من قوى على وثيقة كارتاج من قوى سياسية وقوى أيضا اجتماعية حيث تم اصطفاف سواء وراء هذا الطرف أو ذاك ومحور هذا الصراع هو في حقيق الأمر ليس برامج واختيارات اقتصادية واجتماعية لفأدة شعب تونسي ليس برامج واختيارات سياسية من أجل تعميق الحرية وديمقراطية في تونس وإنما هو صراع من أجل السيطرة على أجهزة الحكم استعدادا لانتخابات 2019 وبالتالي هو صراع بين الطرفين في ائتلاف الحاكم في ائتلاف حاكم لا علاقة له بمصلحة تونس ولا علاقة له بشعب تونسي يعني لماذا بهذا التوقيت فك هذا التحالف منذ عام 2014 كما كنت تتحدث وأشرت أنه كان هذا الاتلاف الحاكم ما بين نداء تونس والنهضة قد سار بتقاسم حتى السلطة ألم يكن هناك نقاط مشتركة تجمع الطرفين وهل العامل الأساسي كان الانتخابات البلدية النتائج التي أفرزت وأخيرا ما تحدثت عنه فوز النهضة بمنصب رئيس بلدية تونس السيدة سعد عبد الرحيم لا أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالانتخابات البلدية أو بما حصل في بلدية العاصمة الطرفان المتصارعان لهم شيء مشترك هذا الشيء المشترك هو أنهما يتبنيان تقريبا نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية هما يدافعان ويكرسان اختيارات اقتصادية تخدم أقلية السماسرة وأقلية الفاسدين في تونس وتخدم أيضا مصالح المؤسسات المالية الدولية الشركات والدول الاحتكارية الأجنبية متفقان أيضا تقريبا حتى من ناحية الاصطفاف في مستوى المحاور في المستوى المحاور في المستوى معناها الأقليمي هما طرفان يتفقان في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعادية للشعب التونسي المعادية لمصلحة الوطن لذلك لا نراهما يتسارعان أو أو ينقدان بعضهما بعض فيما يتعلق مثلا بتنفيذ املئات صندوق النقد الدولي في الغلاء الأسعار في تخفيض الدينار في كل ما يتعلق بحياة المواطنين وكل ما يتعلق بسيادة الشعب محور الصراع هو بالفعل كانه ثمة تحالف منذ 2014 بين نيدا تونس وحركة النهضة وهو تحالف قدمها على أساس وأنه قارب النجاة بالنسبة لتونس ولكنه في الحقيقة تحالف أدى إلى تعميق الأزمة في تونس في كل المستويات ومع اقتراب الانتخابات في 2019 الانتخابات الرئاسية والتشريعية بدأ التنافس وبدأ الصراع وبدأ كل طرف يجهز نفسه من أجل السيطرة على أجهزة الحكم في المرحلة الحالية حتى يكون في الموقع المناسب لقيادة التحالف الاجتماعي السياسي في تونس حتى يكون بعبارة أخرى الناطق الرسمي باسم المصالح الداخلية مصالح أقلية السماسرة والفاسدين والنهبين وكذلك ناطق الرسمي باسم المصالح الأجنبية في تونس مصالح المؤسسات المالية الدولية مصالح القوة الغربية سعود لي أتحدث معك أستاذ حمى تحديدا عن هذا الوضع الاقتصادي عن التضخم المالي تقارير حتى دولية تتحدث عن أكثر من 50% من الأسر التونسية لا يكفيها المدخول أو المردود الشهري عليها وصل التضخم إلى 7.8 بآخر تقرير لشهر أيار اللفاءت ولكن فيما يتعلق بالمشهد الحالي ما هو السيناريو المرتقب يعني خصوم الشاهد هم يقولون أنه لابد من تغيير هذا الحكم لابد من تغيير هذه الحكومة هذا الوضع السائد وتحميل هذه الحكومة مسؤولية ما يجري فيما أيضا يعزف على وطر الاستقرار من هم يدعمون الشهد ويقول أنه الدفاع لابد عن المؤسسات لاستكمال المسار ما تم إنجازه وهل هناك من إنجازات بالفعل تم تحقيقها من نتيجة هذا التحالف بالفعل الطرفان المتصارعان كل واحد يتهم الطرف الآخر بكونه المسؤول عما حصل في تونس بل أكثر من ذلك أصبح يتهمان بعضهما بعضا بالمحاولات انقلابية ولكن في حقيقة الأمر الطرفان أولا مسؤولان عن كل ما يحصل في تونس مسؤولان عن الأزمة السياسية مسؤولان عن تعطيل تكريس الدستور في مؤسسات ديمقراطية التعطل في كل مؤسسات الدولة سواء كان المؤسسات التي أنجزت مثال الهيئة العلية المستقلة للانتخابات الهيئة الحقيقة والكرامة المجلس الأعلى للقضاء المحكمة الدستورية لم تنجز إلى حد الآن في كل هذا هما مسؤولان عن هذا التعطل من ناحية الاقتصادية بطبيعة الحال هما مسؤولان عن هذا الانهيار الاقتصادي والمالي في تونس مسؤولان عما يعيشه الشعب التونسي اليوم من مآسي الشعب التونسي اليوم يكتوي بنار البطالة يكتوي بنار غلاء المعيشة يكتوي بنار تدهور الخدمات الاجتماعية أضيف إلى ذلك هذه الأيام أزمة الماء الشعب التونسي يكتوي بنار بطبيعة الحال يكتوي بنار العطش هذا الصراع ما بين هذين الطرفين الضحيته الأساسية أو أولا وقبل كل شيء تونس باعتبار أن الطرفين مرهنان لدى المؤسسات المالية الدولية ويطبقان شروطها والضحية الأخرى هي بطبيعة الحال الشعب التونسي كما قلت الذي يعيش أوضاع اجتماعية مزرية هل هذا السيناريو سيستمر أستاذ حمى هناك مطالب للقوى الديمقراطية والتقدمية وأيضا الجبهة الشعبية على رأس هذه القوى التي تطالب بانتهاج طريق مستقل تقول عن شقي الاتلاف الحاكم ولكن كيف بالخطوات العملية وخصوصا نحن بانتظار ما إذا كانت حتى أنتم هناك توقعات بأن لا تتم الانتخابات البرلمانية والتشعية والرئاسية في عام 2019 فعلا الجبهة الشعبية تقف بشكل واضح ضد الطرفين ضد اتلاف حاكم بأكمله مسؤول عما حصله وعما يحصل والجبهة الشعبية تقف ضد الاستفاف سواء كان وراء هذا الطرف أو ذاك الجبهة الشعبية ترفض أن تكون القوى الديمقراطية وترفض كذلك أن تكون القوى الشعبية في تونس وقود في هذا الصراع لفائدة هذا الطرف أو ذاك نحن مع إسقاط حكومة الشاهد هذا واضح نحن لا ندعم حكومة الشاهد ولكن في نفس الوقت نحن نفكر في من سيعوض حكومة الشاهد إذا عوضت برئيس حكومة آخر من نفس المنظومة فهو سيطبق نفس الاختيارات لهذا السبب الجبهة الشعبية دافعت وتدافع وتدعو إلى طريق مستقل كيف سيتم ذلك نحن نعتبر وأن ذلك لا بد أن يتم من خلال عمل جدي وعميق ودأوب مع الشعب التونسي مع القوى الديمقراطية والتقدمية سواء كانت قوى سياسية أو قوى اجتماعية أو شخصيات منها مستقلة من أجل بطبيعة الحال بناء جبهة عمل جبهة عمل منها ميداني ضد هذا الائتلاف الحاكم من أجل أن نفرز في المستقبل سواء كان بشكل مباشر أو في انتخابات 2011 نفرز أغلبية وطنية ديمقراطية تدافع عن هذا الوطن وتدافع عن هذا الشعب وتعيد المصاري وتعيد الثورة إلى مصاريها الحقيقي لأننا نحن الآن نبتعد عن الثورة والمصار الثوري في خطر بل هو ربما إذا لم يقع انقاذه فهو هذا المصار سيجهد بشكل معناها نهائي هذه نقطة مهمة مسار الثورة أين أصبح في تونس أستاذ حمى ولكن قبل أيضا أن أتحدث حول نقطة الموقف الواضح بالنسبة للجبهة الشعبية لأنه البعض يتهمكم بإمكانية العودة إلى تكتيك عفوا جبهة الإنقاذ عام 2013 وهل الظروف أو ما كان من معطيات في السابق عام 2013 هي نفسها اليوم ستجيب على هذا السؤال أستاذ حمى أدعوك للبقاء معنا ولكن سنتابع الآن في هذا المقال لو سمحت بالصحافة اليوم فك الارتباط لا يكون فقط بالتصريحات فلنتابع هذا المقال الصحافة اليوم فك الارتباط لا يكون فقط بالتصريحات محمد بوعود ما تعرفه الساحة الأعلامية خلال الأيام الحالية من تصريحات متتالية ومترادفة تقريبا من قبل عدد من قيادات نداء تونس حول فك الارتباط وإنهاء التحالف مع حركة النهضة يحمل في ظاهره سيرا حثيثا نحو إنهاء علاقة الشراكة مع الحزب الثاني في البلاد وفي باطنه يمكن أن يقرأ من عدة أوجه لعل أهمها أولا وصول نداء تونس إلى اقتناع مؤكد بضرورة قطع العلاقة الائتلافية مع حركة النهضة حتى يتمكن من استعادة دوره الذي لعبه ذات يوم في توحيد الصف الحداثي المدني والذي تخلى عنه بمحض إرادته فور نجاحه في انتخابات رئاسية وتشريعية ثانيا تصريحات الندائيين هي رسائل للأطراف السياسية الأخرى كي تستعد للمرحلة المقبلة وتتباحث في إمكانات التحالفات المستقبلية لأن نداء تونس لن يستطيع أن يحكم وحده في كل الحالات ثالثا يحشد الندائيون ويعبئون أنصارهم من أجل الاستعداد لهذا الحدث وينشرون رسائل في كل الاتجاهات للندائيين قبل غيرهم للاستعداد لمرحلة مقبلة قد لا تكون فيها النهضة شريكا ذلك أن النداء أقدم على خطوة التحالف مع حركة النهضة وهو في حالة قوة وفي نشوة انتصار ويتحكم في الرئاسات الثلاث ويتمتع بأغلبية في الكتل البرلمانية بينما يستعد الآن للانفصال عنها وهو في حالة وهن وخسر أغلبيته البرلمانية ويعيش تنقضات عديدة في داخله إذن تعليقا على هذا المقال وهذا التحالف الذي يعني إن كان بتصريحات إعلامية ولكن يبدو أن الطرفين قد أفكى هذا التحالف أستاذ حمى ولكن فيما يتعلق بإمكانية أن يتكرر سيناريو جبهة الانقاذ ما هو موقف الجبهة الشعبية وهل أيضا المعطيات كما قلنا قبل قليل هي قابلة لأن تكون هي نفسها بسيناريو ذاتها أم تغيرت الظروف أولا وقبل كل شيء أعتقد أنه من السابق القول بأن هذا التحالف انتهى ووقع فك الارتباط بين النداء تونس وحركة النهضة هما ما يزلان يعملان بعضهما مع بعض في البرلمان وخارج البرلمان ورأينا ذلك حتى في توزيع المسئوليات وتنصيب رئاسات البلديات هذان الطرفان تحالفة في العديد منها من الأماكن بطبع التحالف ثم أيضا عوامل خارجية تتحكم في هذا التحالف هذا التحالف حتى في بدايته لم يكن توعيا يعني لم يكن داخليا فقط بل هذا التحالف حصل وحسب تصريحات رئيسي الحزبين الرئيسيين في هذا التحالف حصل تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية تحت ضغط قوى أوروبية تحت ضغط كذلك أمريكي ومن السابق لأوانه أن نقول اليوم هذا التحالف انتهى الأمور ما زالت في حالة مخاذ بالنسبة للجبهة الشعبية وهل ثمت امكانية لعودة جبهة الأنقاذ من جديد لا هذا غير ممكن مطلقا لأن ظروف 2013 ليست ظروف اليوم في 2013 جبهة الأنقاذ كانت موجهة ضد ائتلاف حاكم ضد فاشية زاحفة بقيادة حركة النهضة الاغتيالات السياسية ضرب الحريات الانحراف بمصار الثورة نحو خطر حرب أهلية معناها في تونس جبهة الأنقاذ سنة 2013 كانت جبهة تندرج في إطار الدفاع عن مكاسب الثورة الدفاع عن الحرية الدفاع عن الديمقراطية مواجهة خطر الأرهاب وخطر أيضا النظام سياسي استبدادي جديد بعنوان إسلاموي بعنوان منهدي ديني الوضع اليوم هو غير ذلك الوضع اليوم النداء والنهضة متحالفان عمل إلى جانب بعضهما بعض أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم أنهيار وبطبيعة الحال فإذا كان ثمة من طريق للقوى الثورية والتقدمية والديمقراطية فهو طريق مواجهة هذا الائتلاف الحاكم برمته وعدم السقوط في التوظيف سواء كان من هذا الشق أو من ذلك الشق لا أكثر ولا أقل لأنه الحديث عن الحداثة مثلا بالنسبة لإنديد تونس أن ما هو في الحقيقة حديث كاذب أن نداء تونس يتذكر الحداثة كلما تصارع محركة النهضة حول مصلحة معينة مثلا في بلدية من البلديات في العاصمة وهو ينسى الحداثة كلما لقي أو أنجز تحالفا محركة النهضة في هذه الجهة أو تلك والحداثة الحداثة ليست مجرد شعار الحداثة عند نداء تونس اليوم تتنافى مع ما يذهب إليه من محاولات لضرب المؤسسات العودة للنظام الرئاسي العودة للاستبداد ضرب النظام الانتخابي التوريث لا علاقة له بالحداثة بالتالي نحن نعتقد وأن ما يرويجه نداء تونس من كلام حول الحداثة هو كلام زائف هذه القوى الحداثية التي تلجأ إليها كما ذكرت نداء تونس عند كل استحقاق تريد أن تحقق هذه المصالح بحسم كلامك هكذا فهمت ولكن فيما يتعلق بانتخابات عام 2019 حركة النهضة كان لديها موقف ثابت وواضح من خلال المتحدث باسم حركة النهضة يقول بأن ترى أن الدعوات لإجراء حتى الانتخابات المبكرة بين تونس لن تكون لصالح عمل الاستقرار والبعض الآخر يتحدث عن تأجيل هذه الانتخابات ما هي وجهة نظر الجبهة الشعبية وما الذي تتوقعه تجاه الانتخابات عام 2019 لأن كل ما يحاك من تحالفات حتى أو من رهانات هي بسبب ما يمكن أن تغيره موزين القوى عام 2019 فعلا كلها مناورات ومساعي لتكتيل القوى من أجل انتخابات 2019 تحدثنا عن ندى تونس الذي يحاول أن يتجلب بجلباب الحداثة من نحيط حركة النهضة هي ترفع شعار الاستقرار وهو في حقيقة الأمر كلام لا علاقة له بالواقع حركة النهضة هي في حد ذاتها عامل من عوامل عدم الاستقرار في تونس بالأمس كانت متحالفة مع الرئيس ومع ابن الرئيس ثم في هذه الأيام انقلبت على مقيفها القديم وأصبحت متحالفة مع رئيس الحكومة ما يقود حركة النهضة ليس الاستقرار وإنما مصالح حزبية ضيقة حركة النهضة ما يهمها هو الحفاظ على مكاسبها الحفاظ على ما حصلت عليه من مكاسب تتمثل سواء كان في مستوى الحكومة أو في مستوى أجهزة الحكم وما يهم حركة النهضة هو الطرف الذي يسمح لها بالتغلغل داخل أجهزة الحكم والتمكن من أجهزة الحكم الطرف الذي يسمح لها بأخوانة المجتمع بطريقة ناعمة بالأمس كان ابن الرئيس اليوم رئيس الحكومة الذي هو في موقع منها ضعف إذن ما يقود حركة النهضة هو المصالح الحزبية الضيقة هذا داخلين خارجيا حركة النهضة أيضا من خلال مسندتها لرئيس الحكومة تريد أن تظهر للمؤسسات المالية الدولية للاتحاد الأوروبي للأمريكان خاصة في هذا الوضع غير المناسب لحركة الإخوان المسلمين تريد أن تظهر بمظهر الحركة الطيعة التي يمكن التعويل عليها من أجل تنفيذ السياسات الغربية في تونس هذا هو إذن محور معناها الصراع هو في الحقيقة صراع لا مصلح للشعب القوصي فيه ولا مصلح للوطن فيه أليس أن نقول هو تغير بتفكير النهضة حينما تتولى رئاسة بلدية تونس السيدة سعاد عبد الرحيم حتى يقول لرئيس حركة النهضة السيد رشد الغنوشي أن انتخاب هذه القيادية لتونس ممكن أيضا أن يمهد الطريق نحو صعودها إلى جميع المواقع الكبرى بتونس كرئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة فعلا حركة النهضة تسعى إلى استغلال كل هذه الأوضاع من أجل السيطرة على السلطة وتنفيذ برنامجها الاستراتيجي وهو بناء نظام دولة إخوانية رجعية ظلمية في تونس هذا هو هدف حركة النهضة الذي لم تتخلى عنه ولن تتخلى عنه مستقبلا كل ما تبقى إنما هو من باب التفصيلات والتكتيكات لا أكثر ولا أقل حسب الظروف لهذه الأسباب بالنسبة إلى الجبهة الشعبية اعتبرت وأن الطريق الصحيح ولكنه طريق صعب طريقة تطلب الكثير من العمل الكثير من الصبر هو هذا الطريق المستقل من أجل إعادة المصار الثوري إلى الوضع الذي كان فيه في السابق وتطويره وخاصة وأن اليوم ثمت ظروف بطبيعة الحال مناسبة من هذه الناحية صحيح أن الحركة الاجتماعية تراجعت صحيح وأنه ثم عزوف على مستوى شعبي ولكنه عزوف من هذا الاتلاف الحاكم عزوف من هذه الديمقراطية المتعفنة وتعفنة هذه الديمقراطية التي أفسدها الائتلاف الحاكم بالمال الفاسد والتي أفسدها بالمؤامرات ومعنها المناورات ولكن في نفس الوقت ثمت رغبة عميقة لدى هذا الشعب لدى أوسع الفئات والطبقات الكادية والشعبية في تونس ولكن هذه الرغبة تفهمها كيف يمكن أن تدحول إلى خطوات عملية؟ ثم رغبة فيه لأن هناك أحباط لدى الشباب التونسي يعني الدليل الأبرس كان نسبة المشاركة الشباب إن كان في الانتخابات الماضية البرلمانية وأيضا الرئاسية وأيضا الانتخابات البلدية أثبتت ذلك كيف يمكن الرهان الآن على الشباب التونسي وأقناعه بالمشاركة بهذه الحياة السياسية بأطر أو قوى اجتماعية ديمقراطية تنفذ ما كان قد وعد به الشباب التونسي بثورته؟ كلامك صحيح تم عزوف من طرف الشباب وتم أحباط في هذا بطبيعة الحال نقمة على الآتلاف الحاكم ولكن في نفس الوقت فيه رسالة للجبهة الشعبية وفيه رسالة للقوى الثورية والتقدمية في تونس وهي أن هذه القوى لم تفرض بعد نفسها كقوى بديلة في تونس الجبهة الشعبية والقوى الثورية والتقدمية والديمقراطية لم تقنع بما فيه الكفاية بالشباب والعديد من الفئات الشعبية الأخرى لم تقنعها بعد ببرنامجها بمقترحاتها وهو ما يتطلب من الجبهة الشعبية بشكل خاص وكل القوى الديمقراطية والتقدمية الأخرى عملا دؤوبا عليها أن تشرح للشباب الوضع وعليها أيضا أن تقدم برامج ومقترحات واضحة وملموسة ومتميزة بشكل لا شك فيه مع الائتلاف الحاكم هذا يتطلب بطبيعة الحال كذلك عمل ميداني كبير عمل تنظيمي كبير خصوصا وأن هذا الهدوء الحالي نحن نقدر أنه لن يستمر من هنا إلى الخريف القادم لأن ما تتخذه الحكومة الحالية وما يتخذه الائتلاف الحاكم ككل من أجراءات مؤلمة للشعب التونسي خاصة في مستوى غلاء الأسعار في مستوى الزيادة في الأسعار بالإضافة للأجراءات الأخرى المتعلقة بمفاقبة يعني هل نتوقع حركات احتجاجية جديدة في الشارع من هنا إلى عام 2000 إلى حين استحقاق عام 2019 وأن تعود من جديد الكلمة للشارع التونسي وإلى أي مدى قادرة أيضا تونس على تحمل أن تأخذ بهذا المسار من جديد أستاذ حما هذا مرجح المسألة ليست مرتبطة برغبة هذا أو ذاك سواء كان في الحكم أو في المعارضة الواقع اليوم يؤكد أن أوضاع الشعب التونسي أوضاع الغالبية من الشعب التونسي ولا أتحدث هنا فقط عن الكادحين والفقراء الفئات الوسطى تضررت بشكل غير مسبوق وحتى فئات أيضا من أصحاب وصاحبات المؤسسات المتوسطة والكبيرة أيضا المرتبطة بالسوق التونسية والتي تنتج محليا كل هذه الأطراف تضررت بشكل غير مسبوق وبعبارة أخرى فنحن نعتقد أن الشعب أن هذه الفئات وهذه الطبقات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تدهور أوضاحة كما قلت بشكل غير مسبوق لذلك فنحن نرجح هذا إن لم نقل نحن متأكدين من أن الخريف القادم سيكون خريف ساخن خصوصا وأن من هنا إلى ذلك الوقت ستتم زيادات جديدة في الأسعار في سعر المحروقات سأيضا هذا يفعلني يفتح أيضا التخريف المؤسسات تجاه الوضع الاقتصادي المتأزم أستاذ ذا حمى وأيضا الأحداث السياسية المتلاحقة أخيرا أيضا استقالت رئيس الهيئة العليا للانتخابات وكل ما تبعها من مخاطر حتى شفيق السرصار في حين انتخابها أيضا كانوا للك اتفاق وتم التوافق عليها اليوم وهو مصير أيضا هذا المنصب وأيضا فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والسياسة الخارجية لتونس سوف نناقش معك كل هذه النقاط ولكن اسمح لنا بأن نذهب إلى فاصل قصير ونعود لمتابعة حوار الساعة مع الأستاذ حمى الهمامي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى الجزء الثاني من حوار الساعة التي نصدف فيها اليوم الناطق الرسمي باسم الجباهة الشعبية الأستاذ حمى الهمامي معنا من تونس أرحب بك من جديد أستاذ حمى ولكن قبل أن نستأنف هذا الحوار سنتوقف مع هذا التقرير أو ما ذكرته الصحيفة البلاد التونسية تحت عنوان تونس تحكمها امرأة البلاد التونسية تونس تحكمها امرأة أن تكون رئيس بلدية العاصمة هذا يعني أن تكون أقرب إلى رئيس دولة منه إلى أي منصب آخر وكم رأينا من رئيس لبلدية العاصمة أطحى رئيس دولة في عالمنا العربي لم نعتد أن يكون رئيس البلدية امرأة وفي بعض هذه الدول بالكاد تحصل على حق قيادة سيارة فمن أين لها أن تقود دولة أو عاصمة؟ وما حصل في تونس يعد استثناء بكل المقاييس فانتخاب السيدة سعاد عبد الرحيم رئيسة لبلدية العاصمة تونس عن حزب بمرجعية فكرية إسلامية يفجر أكثر من قنبلة في أكثر من موقع فالحدتيون التونسيون جمعيات نسوية أحزاب شخصيات ملائكية الذين يستثمرون في المرأة ينكرون أن تكون المرأة الفائزة ممثلة لحزب إسلامي ينتقس المرأة بتقديرهم وقد تكون سهامهم هذه المرة مصوبة إلى هذه المرأة أكثر من تصويبها نحو الحزب الذي ترشحت في لوائحه وأزلام النظام السابق ممن ينتظمون في حزب نداء تونس الذين رشحوا لرئاسة البلدية شخصا كان مسؤولا محليا في عهد الرئيس السابق زين العبدين بن علي لن يغضم هذه النتيجة بسهولة وأمام التحدي الذي تواجهه هذه السيدة التي ذاقت شيئا من سجن بن علي باعتبارها ناشطة نسوية وحقوقية تبرز على هامش هذا التطور جملة أسئلة أهمها هل يمكن أن تنافس هذه المرأة على رئاسة الدولة التونسية مستقبلا ليتحقق بذلك تفوق النموذج التونسي باعتباره نموذجا ديمقراطيا أكثر منه نموذجا نسويا هل تملك حركة النهضة فرصة تطوير موقع المرأة في أدبياتها الفكرية والتنظيمية لتحقق إضافة إيجابية إلى مشروعها في إدارة الدولة والمجتمع مهما يكون ثمة امرأة تحكم تونس وننتظر الباقي إذن أستاذ حمى بانتظار الباقي ولكن يبقى هذا النموذج التونسي النموذج الأكثر ديمقراطيا مقارنة مع الدول العربية الأخرى والتي خاضت أيضا هذه الثورات فيما يتعلق بأننا نتحدث عن مسار هذه الثورة الحريات تحديدا بتقرير لجة الحريات الفردية والمساواة هذا التقرير برغم تضمنهم المقترحات يمكن تثمينها بذاتها ولكن أثار لغة كبيرة بالشارع التونسي الجابة الشعبية كيف تنظر إليه وهل تريح في المرحلة الصحيحة أو بهذه المرحلة الدقيقة بطبيعة الحال لابد من الإشارة بدءا إلى أن قضية المرأة وقضية الحريات في تونس هي قضية الجميع يعلم أنها توظف سواء كان من طرف ندى تونس أو من تحتها من طرف حركة النهضة توظف في هذه الصراعات من أجل الحكم بالنسبة إلى الجبهة الشعبية تعتبر وأن قضية الحريات وقضية المساواة ليست قضية جديدة ترحت مع هذا التقرير مع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة هي قضية قديمة هي قضية محل صراع منذ أواخر القرن التاسع عشر هي قضية أيضا كانت محل صراع في القرن العشرين والجميع يتذكر المصلح الطاهر الحداد الذي كان طالبا في الثلث الأول من القرن العشرين بالمساواة التامة بين المرأة والرجل بما ذلك في مجال الإرث هذه الحركة الإصلاحية تواصلت لاحقا مع مجلة الحوالي الشخصية ثم تواصلت هذه الحركة مع التنظيمات النسوية التقدمية في تونس سواء كان تنظيم جمعيات ومنظمات مستقلة أو كذلك نوادي بما في ذلك حتى داخل الاتحاد العام التونسي للشغل هذه الحركة كانت تاريخيا حركة قوية تناظل من أجل مساواة تامة وفعلية بين النساء والرجال في تونس وكان دائما أبدا على الطرف المحافظ في وقت من الأوقات المحافظون القدامى ومنذ أن ظهرت حركة الأخوان المسلمين في تونس أصبحت هي تقود هذه الحركة المحافظة الرافظة لسير المجتمع التونسي لسير الشعب التونسي نحو مساواة تامة وفعلية بين الجنسين أو كذلك السير نحو تحرير الفكر في تونس من الغطرسة والهيمنة باسم الدين الجميع يتذكر ما حصل بعد الثورة من صراع سواء كان في المجلس الوطن التأسيسي أو خارج المجلس الوطن التأسيسي في الشارع حول الدستور وفصول الدستور وهذا الصراع انتهى إلى انتصار واضح للقواء الديمقراطية والتقدمية في تونس ولكن البعض فسر موقف النهضة تحديدا حول حريات هذا التقرير الذي عرض وقدم أنه تراجع عن الموقف بالنسبة للنهضة والاستناد إلى أيضا بيان الرئاسة الجمهورية بأن تونس دولة مدنية لشعب مسلم هل يمكن أن نفهم هذا الموقف النهضة أو هناك خصوصية أيضا للواقع التونسي لا يمكن تجاوزه حتى وإن كان هناك مطالب موحدة لدى الشعب التونسي بممارسة هذه الديمقراطيات وهذه الحريات حركة النهضة قلت في البداية أنها لم تتخلى ولن تتخلى عن استراتيجيتها وهي إقامة دولة إخوانية في تونس دولة محافظة إخوانية استبدادية معادية في العمق للحرية والديمقراطية أنا لا أستغرب موقف حركة النهضة اليوم من هذا التقرير أو من قضية الحريات الفردية والمساواة معناها بشكل عام حركة النهضة الموقف في المجلس الوطن التأسيسي الموقف الذي جاء في الدستور من المساواة بين النساء والرجال أو ما جاء في الدستور من تجريم للتكفير ومن تأكيد لحرية العقيدة في تونس هذا الموقف فرد فرضا على حركة النهضة ميزان القوى هو الذي فرض على حركة النهضة سنة 2013-2014 فرض عليها التنازل أو التراجع عن مواقفها القديمة ولكن نحن نعرف جيدا أن حركة النهضة وغيرها من حركات الإخوانية أنما هي تتغير حسب موازين القوى هي تسعى باستمرار إلى منع أو إلى عرقلة تكريس ما جاء في الدستور من حريات ومن مبادئ تتعلق بالمساواة عرقلة تكريسها في تشريعات وفي قوانين الثابت في موقف حركة النهضة هو معادات الحرية ومعادات المساواة ما تتخذه من مواقف تكتيكية هذا مرتبط بميزان القوى لذلك لا نستغرب أن تكون اليوم متحفظة على ما جاء في ذلك التقرير وما يهمنا نحن في الجبهة الشعبية ليست تقرير في حد ذاته وإنما أن يتمكن التونسيات والتونسيون من مناقشت هذه القضايا بشكل هادئ بشكل رسين بشكل عمي بالعودة إلى الضغطات الداخلية والخارجية بشكل سريع أجاءت استقالة تحديدا السيد محمد لتليلي وكأنها لتؤجج هذه الأزمة التونسية وتزيد من العقد هل كانت مفاجئة استقالة السيد محمد لتليلي خصوصا بعد لقائه مباشرة بعد يوم واحد من لقائه بالرئيس الباجيقايد السبسي لم تكن مفاجئة هذه الاستقالة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى كون أغلبية الهيئة العليا المستقلة الانتخابات طالبت بإقالته الأزمة في داخل الهيئة العليا المستقلة الانتخابات هي جزء من الأزمة في كافة المؤسسات معناها في تونس هذا التحالف هذا لأتلاف الحاكم في حقيقة الأمر بصدد تدمير وتخريب كل المؤسسات لأن كل من الطرفين يسعى بكل الوسائل لا إلى تطوير مؤسسات الدولة التونسية على أصص ديمقراطية وواضحة وأنما كل من الطرفين يسعى إلى الهيمنة على هذه المؤسسات وهما أوصل هذه المؤسسات إلى أزمة عميقة لهذا السبب الجبهة الشعبية دافعت عن هذا الطريق المستقل من ناحية سياسية من أجل إقامة إقامة فعلا جمهورية مدنية ديمقراطية إجتماعية لها مؤسسات يتمكن التونسيات والتونسيين في ظلها من التمتع بحريتهم ولهذا السبب أيضا الجبهة الشعبية دعت إلى نهج اقتصادي جديد يقطع مع نهج التبعية مع نهج الهيمنة الأجنبية نهج اقتصادي جديد قائم على سيادة الشعب التونسي على فرواته هذا النهج وهذه الضغطات الاقتصادية والضغطات الخارجية مع القوى الأجنبية وكذلك قائم على بناء اقتصاد وطني قادر على تلبية حاجات الشعب وفي مقدمتها مسألة البطالة منظومة كذلك اجتماعية جديدة قائمة على توفير الخدمات الأساسية لشعب التونسي لا يمكن اغفال هذه الضغطات الخارجية تحديدا يعني ايضا ما يمارس من قبل اتحاد الاوروبي بختام القمة المنعقدة ببريكسل كان يتحدث عن انشاء مراكز خارج اوروبا للاجئين وكان هناك موقف التونسي وايضا الجزائري على لسان رئيس الشؤون الخارجية خميس الجنوي برفض اي مقترح يتم طرحه بهذه الصورة ما هي المقاربة التونسية وايضا ما هي السياسة الخارجية المتبعة في تونس في المرحلة المقبلة قبل ان اتحدث بشكل سريع عن التطبيع لو سمحت بالفعل الائتلاف الحاكم في تونس هو الذي اوصل البلاد الى هذه الحالة من ناحية السياسة الخارجية عندما يكون هذا الائتلاف الحاكم مرهون لدى المؤسسات المالية الدولية مرهون لدى الاتحاد الاوروبي مرهون لدى الولايات المتحدة الامريكية مرهون لدى المحاور الرجعية الاقليمية كيف ستكون سياساته الخارجية سياساته الخارجية بطبيعة الحال لا يمكن ان تكون سياسة مستقلة سياسة قائمة على استقلالية القرار هذه ميزة السياسة الخارجية التونسية مع هذا الاتلاف الحاكم وهي سياسة خارجية مضطربة متذبذبة تابعة تونس بطبيعة الحال كل الاطراف الاجنبية يسعى كل الاطراف الاجنبية يسعى كل منها الى فرض هذا الاتفاق اوذاك على تونس بطبيعة الحال تونس اصبحت ممر للهجرة السرية الشباب التونسي ايضا مدمر الشباب التونسي المحبط والشباب التونسي الذي يكتوي بنار البطالة. وكذلك البؤس المادي والمعنوي يسعى بكل الوسائل إلى الهجرة. حتى ولو كلفعوا ذلك الموت في البحر. نحن نعتبر أن السياسة الخارجية المستقبلية. هناك محاولات وكأنه بشكل سريع لو سمحت. محاولات لتمرير التطبيع. لأن الشعب التونسي دائما كان بوجه هذه المحاولات. أخيرا المثل الأبرس كان بمادة تحديدا بتصحيح الامتحانات. وتمرير مصطلح إسرائيل. وليس فلسطين المحتلة. كيف ستواجه أيضا تونس هذه المؤامرات التي تحاول أن تعتبرها تونس ممر لها. وأيضا بتعاملها مع دولة مثلا كمثل سوريا. لماذا لم تعود العلاقات كما كانت عليه بالسابق. أو تتغير بشكلها الحالي؟ الائتلاف الحاكم الحالي كما سبقا قلت. هو اتلاف يبيع الوطن قطعة قطعة. هو رهن تونس لدى المؤسسات المالية الدولية لدى الاتحاد الأوروبي. لدى الولايات المتحدة الأمريكية. رهن أيضا هذا الوطن لمحاور إقليمية. أنتم تعرفون جيدا أن هذا الاتلاف الحاكم يدعم التحالف السعودي. الذي يدمر اليمن. ويتدخل أيضا في سوريا. بعض أطرافها الأخرى تدعم قطر مع المحور القطري التركي. وفي هذا الإطار فأن هذا الاتلاف الحاكم يغض الترف عن خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأريد أن أذكر في هذا المجال. بأن الجبهة الشعبية كانت طرحت مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. من اعترض عليه؟ اعترض عليه نواب نيدا تونس. واعترض عليها أيضا نواب حركة النهضة. التي تدعي أو تزعم أنها تدافع عن القدس الشريف وأنها تدافع عن الشعب عنها الفلسطيني. الاعتلاف الحاكم بطرفيه مع التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولكنني أعتقد وأن الشعب التونسي لن يترك التطبيع. معناها يمر السياسة الخارجية التونسية المستقبلية. هي سياسة الجبهة الشعبية وسياسة القواء الديمقراطية والتقدمية التي تربط السياسة الخارجية باستقلال تونس على المستوى الاقتصادي والمالي والمستوى كذلك على المستوى الأمني. هذا هو المستقبل الوحيد لتونس حتى تكون لها سياسة خارجية مستقلة مناصرة لشعب فلسطين. مناهضة للصهيونية. مناهضة للمحاور الإقليمية الرجعية. وأيضا للاستعمار بكل أشكاله. شكرا جزيلا لك السيد حمى الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. وأيضا بإصرارك على ذكر دائما بختام حديثك عن وقوف الشعب التونسي إلى جارب القضية الفلسطينية. وكذلك الجبهة الشعبية. نقدر كثيرا هذا الموقف. شكرا جزيلا لك أستاذ حمى. وأيضا شكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة لهذه الحلقة من حوار الساعة في أمانيلا. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر